مرحبا برج الجدي اهلا فيك في قراءتك العامة الشمس اتضحت عندك الامور بينك وبين نفسك صرت عارف خلا شو ما هي الطاقة اللي طالع منها هذا الكرت سقط كرت الفول المشاغب المخاطر المستعد يقفز من اعلى التلة هذه الكرت رقم صفر البدايات الجديدة ولكن اشوف هني طريقة التصرف بلا هدف او التصرف اللي عفوي بزيادة تتصرف بدون ما تحسب حساب خصوصا لما يكونوا الاشخاص اللي انت قاعدت تتعامل معاهم جدا حساسين وجدا صارمين يحسبون لكل خطوة حساب انت تتصرف شوية بعشوائية ولكن الحمد لله انت خارج من هذه الطاقة ما هي طاقة المستقبل طاقة المستقبل ثلاثة السيوف طاقة اللي راح تحتاجه اربعة الاخصان هني انكشفتلك امور نعم يا برج الجديد ولكن محتاج مش دائما نقول النية مش دائما تكون مقام العمل عند الله هي في مقام العمل ولكن عند البشر حسابك معاهم يختلف كأنما هني انت نويت ان تسوي شي نيتك كانت خير ونيتك طيبة في مجال العمل في مشروعك ولكن اشوف كأنما هني الاخرين سيفسرونها تفسير خاطئ فكون حذر لازم انت تكون واثق وين تضع خطواتك وكل خطوة شون السبب وراها وراح تأثر على من عشان ايضا ما حد يقدر يتصيد عليك اي اخطاء النتيجة ملك الاكواب الشخص عارف نفسه واثق طبعا الملك هي طاقة نبوج لما تصل الى مستوى الملك معناته انك متأكد وواثق وايضا تكشف النواية بهاي الطاقة رح تستطيع انك خلال هذا الشهر تكشف نواية الاشخاص اللي حولك خصوصا في مجال العمل ومجال التجارة رح اوضح الحين لترتاد عشان تكتمل عندنا القراءة الشمس الخماس الصغير اما انه ستأتيك اخبار انزين اشوف هني اوضاعك المالية في تحسن مستمر وان كان بطيء مش سريع ولكن وجود اربع الاخصان هني يقولك ان هذا التحسن او النمو يعتمد عليه افضل من ان تقوم بخطوات كبيرة ماديا او حتى في الحياة العملية وبعدين انت ما تقدر نفسك تتأقلم لا تنسى عندنا ملك الاكواب طاقة التأقلم فهذه هي الرسالة لك نعم خطواتك الصغيرة ولكن الثابتة هي الطريق الصحيح لك خلال هذا الشهر حتى ان كان في الدراسة اذا ما شفت مثلا معدلك ونتائجك قاعدة ترتفع بشكل سريع هذا ليس مؤشر سلبي بالعكس مؤشر جدا ايجابي ويعتمد عليه ما هو الا البداية عزيزي لتحقيق الاساس او النتيجة اللي تطمح فيها من اجل نفسك خلنا نوضح كرت المشاغب او الاحمق لما اقول احمق معناته هذا الشخص مستعد ان يقفز من اعلى التلة معناته اشوف ان طاقته شوي سلبية لما اقول انه مشاغب او مخاطر معناته ان اشوف الجانب الايجابي من الكرت هذا temperance لازم توازن ما بين القلب والعقل لازم توازن قراراتك تصرفاتك فكر قبل ما تتكلم فكر قبل ما تتصرف وان كانت نياتك طيبة في اخرين كأنما يتصيدون عليك الزلة او سيسيئون تفسير تصرفاتك في الفترة القادمة احتمال هنا اشوف ايضا عندك حسد يحسدونك برج الجليهة ومن الابراج اللي دائما يكون متوجه نحو تحقيق الاستقرار المادي لنفسه وللاشخاص اللي يحبهم في هذا الكرت قاعدة اشوف الاشخاص اللي يحبهم انت تتصرف بدافع من اجل ان تحقيق لهم هاي الرخاء المادي انزين فهني يقولك او حتى تبهر مثلا لو كان دراسة معنات تريد ان تبهر او ترضي عنك الاهل والعائلة اهني وازن قراراتك خلا نشوف من هؤلاء الاشخاص اللي يتصيدون عليك او يحاولون هم في حقيقة نفسهم يحسدونك او كي ممكن اشخاص يكونون عندنا هني برج القوس الابراج النارية واضحة طاقتهم كرتين يخصون برج الاسد عندنا هني برج القوس ممكن ايضا يكون حمل ممكن ايضا انك تتعامل مع برج هوائي هني اوكي خلا نوضح اربعة الاخصانة شفت هذا الشخص شلون قاعد يروض الاسد اشوفهم هني اشخاص يريدون ان يفرضون سيطرتهم عليك يملكون عليك شيء تكون ان دائما محتاج لهم بسبب ان مسكوا عليك شيء في محيط العمل يتصرفون ان اوهم قاعدين يساعدونك ولكن يدخلونك في متاهة يدخلونك في مشكلة عشان اوهم يطلعونك منها لو كان مثلا في محيط الدراسة هؤلاء الاشخاص يعطونك الاجوبة او يهمونك باجوبة خاطئة عشان بعدين تريد تحتاج لهم يدخلونك في نوع من الدوامة يريدونك دائما ان تكون محتاج لهم احنا نعرف برج الجدي من الابراج الاكثر الاستقلالية اللي بالعكس الناس يعتمدون عليهم هم لا يعتمدون على الاخرين انزين نوضح اربع الاخصان عشرة السيوف كأنما هذا الكرت قاعد يقول لي ان انت منتبه في محيطك العملي حتى اذا كان عندك مثلا بزنس انت مريت بالكثير من الصدمات الخبرات التجارب انت هالوقت اللي برج الجدي فيه كان غير ناضج وغير واعي انت جدا واعي وان كنت تتصرف بشكل عفوي لكن انت جدا واعي عندك الخبرة اللي تحتاجها ملكة الحكمة التجارب المؤلمة هني هي لخلتك تصل او ستصل الى مستوى ملك الاكواب طاقة الملك ليست بالشيء الهيئ ليست بالشيء الهيئ ليش؟ خصوصا هني لما يكون الملك ذكي عاطفيا الماء ايضا يرمز الى الذكاء العاطفي لما يكون فيه اشخاص اعرف ان يضمرون لي شرا ولكن استطيع ان اتعامل معهم لان هذا هو الشيء الذكي استطيع اتعامل معهم على اساس اني ما اعرف نيتهم اتجاهل نعم يا برج الجدي التجاهل هو الحل الافضل لك من اجل ان تأمن شرهم وفي نفس الوقت تتحقق لنفسك هذا النمو اشوفه هني جدا جميل نمو مادي ولكن جدا ثابت بشكل يومي بشكل شهري بشكل سنوي هاي النوع من التطورات المادية اللي رح تأتيك في الطريق ما تتوقف وما تنقبع تكون صغيرة ولكن ثابتة نوضح اخر كرت ملك الاكواب عشرة الاخصان كلها نهايات كلها نهايات عشرة الاخصان معناتهم راح هني شوف ما قلت لك انا راح تكشف نواياهم لفترة ما انت كنت كأنما تلوم نفسك في وضع عندك في العمل في وضع عندك مادي قاعد تلوم نفسك لان التطورات فيه ليست كما يجب هذا في الماضي ولكن انت حين ستمر بمرحلة تكتشف فيها الحقيقة تكتشف هني الحقيقة ايضا الشمس تكتشف الاشخاص على حقيقتهم تعرف فهني راح تطلع والحمد الله من طاقة اللي تلوم نفسك برج الجدي كثير التفكير لما في شخص يزعل منه او او هو يزعل من شخص ظل يعيد ويزيد ويفكر ويفكر ما يتوقف عن التفكير وهو يسمونه دائما البرج الترابي اللي يتصرف كبرج هوائي طاقة العقل وهذا طبيعتك دائما انت اللي تحمل المسئوليات ويعتمد عليك ولكن في الفترة القادمة ستتحرر او على الاقل ستتوقف عن ان تلوم نفسك لانها ما ادري هني احسك ستدرك ان انت ما تقدر تتحكم بنوايا الاشخاص ما تقدر تتحكم فيه هني برج الاسد هي طاقة التحكم الشخص يروض الاسد من اجل ان يتحكم فيه ما تقدر تتحكم بشخص ممكن برج هوائي ادركت ان ما تقدر تتحكم فيهم فراح تتقبلهم على طبيعتهم سواء الظاهر منهم وايضا الباطن من نيتهم طاقة جدا جميلة طاقة تقبل الواقع و اظل اركز في نفسي اظل و ان كنت عندي الكثير من المسئوليات المادية انا عارف ان الاموال القادمة في طريقي رح تساعدني رح تأتيك مساعدة ما رح تظل تحمل هذا الحمل لفترة طويلة لوحدك رح تكون الاموال كأنما تخفف عنك هذا الحمل شيئا فشيئا العشرة هي دائما النهايات وصلنا الى رقم النظوج و مستعدين الى البدايات الجميلة الجديدة رح ننتقل الى القراءة العاطفية طبعا هذه القراءة العاطفية رح تكون عامة مش مخصصة مثلا لمرتبطين او منفصلين و اتمنى اني اسوي لكم ان شاء الله قراءة عاطفية مفصلة في شهر يونيو غير عن هذه رح ننظر هنا بشكل عام الى وضعك العاطفية برج الجدي هل هو كما وضعك العملي فيه نمو فيه تطور فيه تقبل وانكشاف لحقائق اول كرت العالم اما انت او الشريك الشريك مو يرغب بالرحيل عنك ولا انت حتى ولكن فيه رغبة هنا للسفر رغبة قوية طبعا كرت العالم يتكلم دائما عن ان احنا نختم مرحلة معينة بنجاح وفيه اربعة الابراج الرئيسية برج الثور برج الاسد برج العقرب رمزهنى النسر ولكن هذا هو برج العقرب وهذا برج الدلو احتمال انك تتعامل مع شخص من احد الابراج الرئيسية اللي بعدها عشرة السيوف شريكك مش انه استسلم او انه متمسك يحتاج الى مثل العطلة عطلة يفكر فيها عطلة مخطط انه يبتعد من اجل ان شوي يرتاح او يكتشف كأنما لان اشوف اهني هذا الشخص حاول ان يتفاهم معاك يتواصل معاك ولكن ما وصلت الى نقطة التقاء في وجهة النظر ثلاثة السيوف مرة اخرى في مصاعب في طرف ثالث من جانبك او من جانبه هو اللي مسبب هذا ال الالم او هذا النوع من النهاية فما بقلك هنا النهاية لانه قلتلك هذا نختم مرحلة معينة نختم مرحلة الالم وعدم التفاهم مش معناه انه ما في طريق لك في المستقبل مع هذا الشخص ملك الارض هذه هي طاقتك اشوفك هني كأنما عندك شوي نوع من هو لافقة ولا انه حتى تمني عندك احساس داخلي قوي اذا كان موجود هو صحيح اذا ما كان موجود فانتبه لهذا الاحساس عندك احساس ان هذا الشخص مهما بتعد مهما انفصلته مهما هو انه الموضوع بسبب مش قادر يتحمل مصاعب العلاقة ولكن سيرجع لك في شخص دائما مهما ابتعد في رحلته وانتقل الى بلدان عديدة انت على باله مجرد يريد شوي ان يأخذ متنفس خلا نقول ورح يرجع لك وانت واثق اني اشوفك تضحك تعرف انه بينك وبينه فيه فيه تواصل غريب عجيب انت فاهمه وهو فاهمك حتى لو ما كان فيه بينكم تواصل حالي اربع الاغصن هل قاعد تخطط للارتباط او تحاول ان تراضي اذا انت كنت الرجل فاتطاقة لك انه تحاول تراضي الشريك عن طريق ان تفتح موضوع الالتزام الارتباط الزواج نفسه اذا كنت انت الجدي المرأة فاشوفه هني طاقتك الطاقة تقولك ان هذا الشخص مهما ابتعد عندك طير عندك شخص يحب الحرية عندك شخص يحب انه انه معي يتجدد ما يظل مستقر انت هنا عندك طاقة الاستقرار ابقى في مكاني انتظر الشخص هو يرجع لي هذا الشخص اشوفه مسافر او يريد مخطط انه يسافر اوكي ومشغول في نفسه حاليا ولكن اعرف انه الاساس اللي تملكه انت جدا مغري بالنسبة له انت تجذبه تجذبه وشلون تجذبه هذا الشخص عن طريق استقرارك طاقة الدفء طاقة الحنان طاقة اللي انا رح اظل موجود من اجلك وما رح اصدك يوم من الايام لان دائما ملك الارض هو الشخص المعطاء اللي ما يرفض لنا طلب اللي يعطينا الغالي والرخيص عرفت؟ فعطائك اللي محدود هو اللي رح يكون يخليك مختلف في نظر الشريك انزين؟ من اجل انه في النهاية دائما رح يرجع لك انما هني اشوف الطاقة برجد الجديش قلتلك انت اللي تتحمل العب عندما يفشل الاخرون في حملة فهني لما هذا الشخص الغريب العجيب ما حد قدر يتحمله رح يكتشف هذا الشيء طريقة الخاصة ما حد يقدر يتحمله غيرك انت رح في النهاية يتذكرك تجي على باله ويرجع لك رح حين نوضح الكرتات هذا الكرت الامبراطورة ممكن انك تتعامل مع ميزان ايضا هذا الشخص دائما يبحث عن فرص افضل اللي تتعامل معه شريكك دائما مش فقط يبحث عن فرص افضل دائما يعتقد ان عندما يرحل رح يلاقي شخص افضل علاقة افضل زواج افضل عطاء افضل على الجانب الاخر و لكن رح يتعلم او يعرف الحقيقة بالطريقة المؤلمة هذا الكرت ايضا انقلب فارس الارض كأنما ايضا هاي الطاقة اشوفها تختلف باختلاف الجنس اذا انت الجدي المرأة فالشريك رح يكون مستحي من تصرفات الماضية معاك السابقة و رح شوي شوي يحاول ان يتقرب منك بحذر من دون ان تحس حتى بخطوات تجاهك اذا انت كنت الجدي الرجل فكأنما انت هنا احس ان شريكك هو اللي وضع رجلة على الارض و قاللك اذا الامور مرح تمشي حسب تقديري حسب مزاجي حسب المفروض هذا الشخص يريد ان تمشي الامور بطريقة الخاصة اذا الامور مرح تمشي بطريقة الخاصة لان انت يا برج الجدي نعم تملك الكثير و عندك استقرار ولكن ما تعطيني كفاية وقت جهد ما تعطيني كفاية اما تصير الامور حسب مزاجي اما اني هذا الشخص يقول لك رح ابتعد خلنا نشوف ثلاثة سيوه عشرة الاكواب اشوف ان اللي بينكم زعل زعل و مختلفين على حقيقة المشاعر اللي بينكم الاكواب هي طاقة المشاعر اهني لما اشوف الاكواب مصفوفين كلهم فوق معناته مسمى العلاقة عندكم اختلاف على اجراءات العلاقة حتى يعني لو كنتوا حتى متزوجين تختلفون على اشياء تفاصيل خصوصا شريكك يدقق فيها وهذا تكون سبب الزعل والانفصال و المشاكل مثلا اذا انتوا في علاقة هذا الشخص ياخذ كلامك بحذافيره لو قلت له مثلا احنا اصدقاء يزعل ممكن ايضا للعكس هذا الشخص او هو اللي يقول لك احنا اصدقاء انا لا اريد الارتباط انا اريد ان ارحل اعكس الطاقة ولكن هنا اشوف مسمى تختلفون على شلون تسمون الاشياء شنو نوعية العلاقة شنو نوعية عطائك انت له او عطائه حتى هو لك اذا كان هو الرجل خلا نشوف كرت ملك الارض الكوب الاول عندك القدرة على العطاء ناضج تملك الاموال ملك الارض عندك الاستقرار وتقدر تعطيه ولكن ما يحس ان انت انت هنا قاعد تعطيه حب مشاعر هذا الشخص يقول لك المشاعر ما اقدر امسكها في يدي ابي شي ثابت مستقر ابي كلمة ابي وعد انك فعلا تتقدم لخطبتي ابي تثبت لي ان انت تحبني بطريقة جادة نتزوج نرتبط تبتدي تسوي الامور او ترتب حياتك على حسب احنا شلون نتفق تعاملني كشريكة ما تخبي عني الامور تشركني في حياتك هنا نتكلم عن الشراكة نفسها شلون قاعدة تصير هذا هو سبب الاختلاف ولكن مثل ما قلت لك هذا الشخص احس انه مهما ابتعدته عن بعض في النهاية بينكم طريق وان كان في المستقبل اخر كرت هذا الكرت سقط هذا الكرت طبعا بدون اسم هنا تقريبا صورته تشابه صورة طاقة السولميت توأم الروح ولكن العدد الطيور اللي موجود فوق سبعة سبعة هو رقم الانتظار مثل ما قلت لك بينكم طريق في المستقبل بينكم قصتكم هنا لم تنتهي لم تنتهي لم تصلوا الى خاتمة القصة او الحكاية ابدا توكم في بداية الطريق اشوف انه بسرعة يعني ابتدت علاقتكم بسرعة انجذبتوا لبعض ولكن من دخلتوا في العلاقة بسرعة ايضا تكركبت الامور صار في اختلافات كثيرة بينكم على شلون تمشي العلاقة بينكم واحد مثلا نقول للثاني انت ما تتصل كفاية انت ما تحتم كفاية انت ما حسك جاد معاي كفاية انت جاد في الحياة جاد في الاموال ولكن مش جاد معاي اهني في النهاية في التقاء في طريق ولكن عندنا سبعة سبعة معنات ان الامور رح تاخذ وقت عشان تمشي حسب مزاجك ومزاج الشريك رائع جدا جميلة هي برج الجدي خلنا نشوف ما هي الاقبار القادمة في طريقك مثل نتائج الفحوصات مقدم على قرض مقدم على مشروع تطلب الحصول على تأشيرة من اجل الهجرة هل نشوف اول ثلاث ملكة السيوف دلو ميزان جوزاء تسعة السيوف تسعة السيوف ثمانية الاكواب الخماسيين ميزان جوزاء ملكة الاكواب ميزان جوزاء عزيزي برج الجدي في شخص الجهة اللي قاعد تقدم عليها امسين او حتى الشخص اللي قاعد تحاول ان تحصل منه على الموافقة هو شخص ظاهرة جاف ولكن داخل انسان مخذول انسان مخذول هنا يقولك انت اللي لازم تاخد طاقة ملك الاكواب انت اللي لازم تستوعب هنا يقولك لا تحكم على الشخص بمظهرة انت اللي لازم تستوعب مع من ومع شنو قاعد تتعامل يعني مثلا لو قدمت على طلب الاستمارة نفسها طويلة الاشتراطات نفسها معقدة ولكن اذا جيت تنفذها رح تلاقي انها سهلة اذا جيت تقدمها رح تلاقي فيه تعاون رح تلاقي فيه تعاون الامور ليست كما تظن الامور اسهل مما تظن من ناحية الامور اللي تحاول ان تقدم عليها نعم فيه الكثير من الاشتراطات لدرجة انك هني قاعد تفكر في الاستسلام ما ينفع ما ينفع ما ينفع اساوي كذي ما ينفع اساوي كذي ولكن يقول لك لا عليك فقط ان تبتدي تاخذ تجرب حتى على الاقل تجرب تجرب من اجل التسلية لا تأخذ الموضوع جد فقط تجرب انك تقدم او تقبل على هذا الشي اللي انت تريد ان تحققه اقبل عليه النتيجة رح تكون او الحل لمشكلتك الرد على طلبك رح يكون جدا اسهل مما تتصور اهني عندنا الملكة الشكاكة ننزل تعتقد ان هذا الشخص هؤلاء الجهة رح يطلبون منك الكثير نعم ولكن اثناء المعاملات نفسها رح تكتشف انه فيه طاقة تعاون من جهتهم وان كانوا هني شكلهم جاف فيه تعاون من جهتهم هني كأنه ما يملكون سمعة سيئة ولكن بالعكس لما تتعامل معهم رح تلاقي انه فيه تعاون من جانبهم وفيه حتى استثناءات رح يسوونها من اجلك انت معاهم بغض النظرهم شلون يتصرفون مع الناس الاخرين ولكن معاك انت بالذات رح يكون تعاملهم جدا مرن ومريح خلا نشوف ما هي الرسالة التحبيرية لك او التنبيهية خلال شهر يونيو وشهر ستة خلا نشوف ما هي الرسالة التحبيرية خلال شهر ستة المتال كينغ 10 تكررت عندك العشرة وهي النهايات تختم مرحلة معينة بنجاح وصلنا إلى نهاية مرحلة سواء كانت صعبة أو جميلة غض النظر وصلنا إلى ختام مثل كينك هو ملك المعادن هو تقريبا مثل هو خليط من ملكة السيوف وأيضا ملك السيوف ملك المعادن يتكلم لك عن الديسبلن الديسبلن بالعربي هو الانضباط أرمر الدرع اللي يلبسها وباوندريز الحدود أشوف أن هذه رسالة عاطفية لك أكثر من أنها عملية الشريك اللي تتعامل معه شفنا إحنا من شوي أن عنده كارت الرغبة في السفر الرغبة في أن يغير شوي من جو الاختلاف اللي بينكم عند رغبنا يسافر من أجل عطلة أو يرحل شوية مؤقتا وجود هذا الملك هذا الملك يشابه طاقة ملكة السيوف أكثر ملك المعادن ملك عندما يقرر شيء ما يحب أنه أي أحد يقف في وجهه أو طريقة ولو جرب أحد يقف في وجهه تشوف منظره جاف لو جرب أحد يقف في وجهه راح يقطع بالسيف فإن يشوف شنو طاقة لك النصيحة أنت أخذ طاقة المياه طاقة الإنسيابية الامتصاص تمتص الغضب تمتص الجروح تمتص الألم من هذا الشخص تعتذر أيضا طاقة الاعتذار ولكن هذا الشخص يشوفه اللي في بالك خصوصا إذا كنتم متباعدين أو زعلانين لحد الآن يشتاق لك دائما الشخص الجاف ترى لازم تعرف أنه ما صار جاف إلا لأنه داخله قلب جدا حنون وطيب وانخذل كثيرا ولكن هذا الشخص يفكر فيك كثيرا وإنت تطري على باله ولكن لحد الآن مش مستعد للرجوع إلى العلاقة وأن يعطيك فرصة ثانية فكأنما النصيحة لك أن لا تستعجل في رجوعك خلال هذا الشهر لا تنسى أننا طلع لنا هنا من شوي فارس الأرض وهو الفارس البطيء الفارس الحذر اللي يرجع بحذر بهدوء حتى الشريك ما يحس أنه رجع لحياته هذه هي النصيحة التحذيرية لك ورح أسحب لك طاقة الحيوان اللي رح تحتاجها خلال شهر يونيو بوترفلاي الكثير من الطاقة الهوائية بوترفلاي عنصرها الفراشة عنصرها هوائي مثل ما قلت لك النصيحة اللي تحتاجها الطاقة هي طاقة الانتقال الفراشة تمر بمراحل كثيرة مراحل كثيرة ولكن كل مرحلة ما تطول معاها وايد كأنما هنا يقول لك أنت لازم شوية في الوقت الحالي نعم ما تقترب من الشريك ما تقترب من الأشخاص اللي مستعدين على طول أن يسحبون السيف عليك تكون حذر حذر ولكن في نفس الوقت لازم تلهي نفسك لأن إذا ما ألهيت نفسك بأمور ثانية رح أظل أتفكر في هذا الشخص أشوفه جدا ممكن يكون برج هوائي هنا عندنا الطاقة المائية عقرب حود سرطان وعندنا أيضا طاقة الأبراج الهوائية ميزان جوزاء ودلو لازم أنت أيضا تشتت نفسك ليش؟ لأنه إذا طاقة حتى في التخاطر دائما تفكر فيه ما قاعد تعطيه الحيز الكافي أن يتشافه ويتعافه ويكون مستعد عشان يرجع مستعد ينسى الماضي ينسى الألم ينسى عدم التفاهم اللي صار بينك لازم تعطيه حيزة وإذا كان هذا يخص معاملات رسمية فهذا الشخص قلت لك رح يساعدك خذ منه الأمور اللي تحتاجها في المعاملات الرسمية خليه تعاون معاك اسمح له ولكن لا تطيل معاه الحديث لا تطيل معاه تعمق في العلاقة لا تتعمق مع الأشخاص اللي بينك وبينهم معاملات رسمية في الفترة القادمة هذه هي الطاقة اللي تحتاجها عزيزي برج الجدي هذه كانت قراءتك الجميلة قراءة شهر يونيو أتمنى لك كل التوفيق لك كل التوفيق شكرا